وزي كل سنة في مهرجان الجونة تكريم الغائبين عن عالمنا كان لفتة فردت نفسها بقوة وعشان كده حرس القائمين على المهرجان السنة دي انهم يكرموا النجوم اللي رحلوا عن عالمنا خلال العام الحالي وده اللي اثر بشكل كبير في الحاضرين عشرين واحد وعشرين كانت سنة صعبة على كل فنان او محب للفن وده بعد ما فقدنا رموز اثارت فينا وثابت علامات فنية خالدة مش ممكن ابدا تتنسي وفي لفتة طيبة من ادارة النسخة الخامسة من مهرجان الجونة وببلاغة مؤثرة من النجم سيد رجب تم تكريم النجوم اللي رحلوا عن عالمنا خلال السنة الحالية في مشهد خلق حالة من الحزن والتأثر سيطرت على كل الحاضرين اللي عاشوا معانا قداما وورا الكاميرا حيفضلوا عايشين معانا بفنه تبخته اللي عمل فن عمره ما بيموت وتوتا توتا لسه مكملة الحدودة كان على رأس المكرمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز اللي رحلوا بعد صراع مع كورونا وتسبب رحلهم المفاجئ في صدمة كبيرة للجمهور في مصر والوطن العربي وعرض المهرجان مشاهد من اهم الاعمال اللي قدموها خلال مشوارهم الطويل ايه سر جمالك انا اموت في الحاجة الطبيعية الشعبية ما شاء الله عندي كلون البشرة طبيعي قوي بتدهني ايه نفية لا كمان كرمت ادارة المهرجان الكاتب الكبير وحيد حامد واللي قدم اهم الافلام في السينما المصرية ومنها الرقصة والسياسي المنسي الإرهاب والكباب النوم في العسل احكي يا شهر زاد وغيرها من الاعمال نحن صغيرين قوي يا ساي لا يا امام احنا صغيرين احنا كبار قوي بس مش عارفين نشوف نفسنا اتأثر الجمهور بتكريم النجم عزة العليلي واللي قدم خلال تاريخه اكثر من 200 عمل فني والنجم يوسف شعبان اللي رحل في شهر نوفمبر اللي فات أثناء تصوير آخر أعماله مسلسل ملوك الجدعانة ونفس الحال بالنسبة لهادي الجيار واللي توفى السنة دي وكانت آخر أعماله مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار كمان التكريم ما كانش للنجوم اللي قدام الكاميرا بس لكن صلت المهرجان الضوء على مسيرة أهم صناع السينما اللي رحلوا في 2021 وكان منهم أهم موضير تصوير في مصر والوطن العربي رمسيس مرزوق واللي شارك في العديد من الأعمال المصرية والعالمية كمان المخرج حاتم علي اللي قدم أهم الأعمال الدرامية والتاريخية والكاتب والسيناريست مصطفى محرم واللي قدم 106 عمل فني وفيسل ندا وكوثر هيكل والعديد من أهم صناع السينما اللي مش ممكن أبدا ننساهم مهما فاتت السنين